أزمة إنسانية يعيشها سكان ناحية النشوى شمال محافظة البصرة بعد أنباء عن عمليات تجريف حكومية لأراضيهم وبساتينهم بحجة تنفيذ مشروع استثمارية ما يهدد بترحيلهم من منطقتهم التي تعاني أصلاً من مشكلة انتشار الأمراض السرطانية والجفاف بحكم قربها من إيران والخلاف الدائم على تقاسم المياه نحن ناس مزارعين أهالي النشوى مزارعين من أبابنا وأجدادنا ونمتلك هذه الأراضي من زمان من النخيل من البساتين مثل ما تفضلوا جماعة ونحن هذا المشروع نرفضه رفضاً قاطع يعني حقوق الإنسان الموجودة اليوم والبيئة من سواء وكتاب وأنطة والنتيجة قالوا هاي المكانات ما تصلح ما تصلح سكن أنت شون تجي هسا تريد تخلي بها دور سكنية معقول يعني مؤسسة يختلف راهي عن مؤسسة أخرى تجريف أراضي سكان ناحية النشوى وتوزيع الأراضي لتنفيذ المشروع الحكومي سيؤدي إلى خلق أزمة معيشية واقتصادية لسكان منطقة معتمدة كلياً على الزراعة سبيلاً لعيش سكانها الذين هددوا بالتصعيد في حال مضي الحكومة بتجريف أراضيهم من تاريق قديم إحنا بننا شوى يعني مو اليوم مباشر ومئة سنة ومئة سنة يعني زرعنا نخل وراح سوينا أراضينا وتعبنا على هذه الأراضي زين بيوم وضحاها تصبح الأراضي ما هي أنه يعني ألم أن نبغى بهذه الدولة لازم نطلع الغير دولة لأننا نطلعنا مو مواطنين نعيشتنا على هذه الزراعة هنا كل شيء ما عدني يعني إذا أخذوا شوبر ما عدني نتأثر هنا وكلوح عندي أنا تأثير كوح عندي خميسة نخلة ستنة نخلة ونروح إذا أخذوهن لا رواتب لا كل شيء ما عدني يعني أفصل شيء غد مع رعايا ما حيطينا رعايا هذا قرار مجحف مو معقولة يعني يحاولون هاي القيعان بالدعاء أنه خدمات خدمات أخوة أكو غيرها أكو قيعان باقية فارقة ما مزرعة أخوة ليش يجون للأراضي اللي عيشتنا عليها نطالب أنه هذا القرار يرفض طبعا راضينا جملة وتفصيلة وإذا ما يلقي هالقرار قد تكون يعني النتاج وخيمة عمليات التجريف الحكومي لأراضي المزارعين وبساتينهم في ناحية النشوة في محافظة البصرة استمرار لمسلسل التجريف الحكومي للأراضي الزراعية في بقية المحافظات الأخرى بحجة تنفيذ مشاريع استثمارية ولو كانت على حساب معاناة المواطن وتفاقم أزماته المستمر على مر الحكومات المتعاقبة منذ عام 2003 ترجمة نانسيح